اشتركوا في القناة في هذه الحلقة وربما في الحلقة القادمة سنتكلم عن موضوع مهم جدا ومهم هو شاغل العراقيين منذ عام 2003 لحد الآن منذ 21 سنة وأقصد الذكرى الـ 21 لإحتلال العراق التي مرت قبل أيام يوم 9 نيسان الحقيقة هذه الذكرى فيها من الأوجاع والآلام والحصرات الكثير العراق تعرض فيها إلى كارثة ما زالت مستمرة ما زالت تكبر ما زالت تسحق العراقيين تسحق العراق تسحق أهل والشعب وتاريخهم وحضارتهم وكل أيامهم بحادلة مصممة لهذا الغرض مصممة تسحق العراق تجعله ضعيفا لا يستطيع أن يقف على قدمه 21 سنة احتلال قاد العراق إلى أوضاع شاذة فرضت عليه بفرضا على كل المستويات الاجتماعية التربوية التعليمية الصحية الاقتصادية السياسية جودة ومعاييرها صلاحية العيش الانتاج وكفاة الأمن المجتمعي لأمن العام المجتمع الأمن الغذائي العدالة حقوق الإنسان كل هذه وظهرت كارثة كبيرة فقر وبطالة وأمراض ونزوح وغياب العدالة وطائفية وفساد وخراب وظهروا أيضا أعداد كبيرة من المليارديرية والمليونيرية على حساب العراقيين وعلى حساب أموالهم من السرقات والفساد هذا كله خلال 21 سنة وفاذا يعني مخرجات كل هذه السنوات التي مرت على العراق وكانت فاتحة لعهد نأمل يعني نسأل الله أن يأتي وقت قريب جدا واجتاز أهل العراق واجتاز العراق ويشطبوه من تاريخهم من حياتهم لأنه وقت مؤلم وشاذ لا يمثل وجه العراق ولا يمثل شكل العراق عموما في هذه الذكرة ربما اللي جعلنا نختار محور منها هو حديث لكثير من السياسيين وكثير من قادة هذه المرحلة منذ عام 2003 لحد الآن هذه المرحلة الشاذة وكان آخره محمد الشيع السوداني رئيس الوزراء الحالي تحدث في هذه المناسبة قال أنه هناك حزن يتحدث عن قضايا ما أعرف يعني عن مقتل فلان وفلان لا يهمنا هذا الموضوع اللي يهمنا في هذا الموضوع هو يتحدث عن فرح يتحدث عام 9 نيسان عن فرح ويقول الفرح هذا بسقوط الطاغية قال أيضا نظاف شون سقط الطاغية وشون سقط النظام السابق قال بلنا سأقرأ لكم سقطت الدكتاتورية بعد أن أوغلت في الظلم وأدخلت البلد في حروب وصراعات دموية وتسببت في العزلة والعداوة والبغضاء في المنطقة وجنى فيها شعبنا الموت والعوز والتخلف والمرض لاحظوا كل هذه التسميات وفقد على طريق الحرية صفوة من شهداء الحركة الإسلامية والوطنية وسنتحدث عن هذا وقال أيضا لقد كانت مسيرة السنوات الـ 21 هذه الـ 21 سنة التي مضت خير وثيقة على تلاحم العراقيين وتأكيد العيش المشترك لكل الأطياف المتاخية الله أكبر هذا الكلام يجعلنا نتساءل هو ما هي سقطت الدكتاتورية ما تسموه نسموه وهذا ليس دفاع إلا عن نظام سابق ولا عن نظام لاحق ولا جمهوري ولا ملكي تركونا من هذه القضية لكن أنت تقول سقطت الدكتاتورية وأوغلت بالظلوم وأدخلت البلد في حروب وصراعات دموية وتسببت بالعزلة والعداوة والبغضاء في المنطقة وجنى شعب العراق الموت والعوز والتخلف والمرض طيب وماذا الآن يعني بالواحد وعشرين سنة هذه شن اللي جنا العراقين احتلال أكثر من مليون ونص عراقين قتلوا اتدمر بلدهم كل مؤسساتهم دمرت اتدمرت الدولة كاملة وأنت شاهد على هذا فكيف تتحدث هذا دمرت دمرت كل وسائل النهوض بالعراق ووقوف العراق مرة أخرى واستهدف شعبه وشيعة الطائفية فكر طائفي لم يكن موجودا وأنت إذا كنت يعني تقول أنا من أبناء العراق داخل كنت شاهد على هذه القضية ولا يمكن لأحدا ينكرها ما كانت هذه الطائفية وإذا كان البعض يشعر فيها في نفسه كان في داخله لكن لم تكن على مستوى المجتمع لم تكن على مستوى الحياة دعنا من النظام ما لنا علاقة بالنظام سقط وراح وانتهى في زمانه وراح زمانه ولن يعود لكن هذا واقع الحال نتحدث عن تاريخ تقول أنه شعبنا جن الموت والعوز والتخلف الآن ماذا؟ عندما يكون لديك عشرة عشرة ملايين أمي عندما يكون لك أكثر من 12 إلى 13 مليون تحت خط الفقر عندما يكون لك 8 إلى 9 ملايين عاطل عن العمل عندما يكون الموت مجاني قتلوا ذبحوا ميليشيات قتلوا بالشوارع ومظاهرات تطلع قتلوهم فقط في ثورة تشرين يا رجل يا رجل أكثر من ألف واحد قتلوهم و30 ألف أصابوهم لأنهم طالبوا بالحرية والعدالة والاستقلال وسقط العملية السياسية وتتحدثون عن ديمقراطية أليس هذا هو الواقع؟ هذا الواقع ويقول أنه فقدنا على طريق الحرية صفوة من شهداء الحركة الإسلامية والوطنية وين هاي يعني وين هاي الحركة الإسلامية والوطنية التي تحدث عنها أنت؟ هذولين يحكمون؟ هم هاي الحركة الإسلامية والوطنية اللي يشععوا الفساد والخراب وأحزاب حافية الآن تملك ما تملك من مليارات وثروات هي ثروات العراق هذا الفساد الذي عممه في كل مكان هذه من المسؤول عنهم وهذه الأحزاب التي تحكم العراق الآن وهي أحزاب الإسلامية وحركات وطنية وجاءت من أجل المظلومة مو هذا الكلام؟ كيف تتحدث عن هذا الشكل؟ مسيرة السنوات الواحد عشرين يقول خير وثيقة على تلاحم العراقي أي تلاحم؟ في وقت من الأوقات العراقيين ينضربون في مدن تخربت على جسر بزيبز يدخلون بغداد ما يخلوهم يدخلون يعتبروهم مو عراقيين تركوهم بالصحراء تركوهم هل ليس هذا في وجودك وتدري بي؟ 6 ملايين عراقي هجروا بالمخيمات أكثر من 8 ملايين عراقي خارج العراق كل الكفاءات والخبرات وهذا تتحدث لي عن عيش مشترك يا عيش مشترك صراعات مع الأكراد هذه وصراعات مع السنة وقتل وذبح وتبجيرات واغتيالات وميليشيات تحكم الشارع وانت تتحدث لي عن هذا الموضوع؟ كيف يمكن لي هذا الموضوع؟ يعني هل يمكن أن يُعقل أن يتحدث واحد بهذا المنطق؟ على الأقل تركوها إلى المناصب تركوها الجاهلوة لا تحدثون بهذه الطريقة لأن هذه الطريقة هذه ما لا علاقة بسنة وشيعة وكردي وعربي ومسيح ومسلم ماذا علاقة؟ هذه لها علاقة بعراقي عاش الفترة ويعرف تاريخها ويعرف أنكم تكذبون وعيب هذا الكذب عيب لهذه الدرجة تكذبون على الناس بهذه الطريقة تريد أن تصورون العراق واردي لأن أمريكا تريد تريد هذه التجربة تنجح وإيران تريد هذه التجربة تنجح لأن فيها ضعف العراق لا سيادة ولا استقلال ولا جيش قادر أن يكون جيش العراقيين ميليشيات تتحكم بكل شيء والبلد تعليم من أسوأ ما يمكن صحة من أسوأ ما يمكن خدمات من أسوأ ما يمكن ملتهي لي بالمجسرات والاختناقات والاختناقات وراء شهرين ترجع وش سونا نسوي المجسرات جديدة لغ وتالي هوج قد تصرف من فلوس العراق وش هيد فيها العراق بالتنمية ولا تنمية ولا ولا وبطالة وعطالة ومصيبة وثمان ملايين موظف ما أدري عشر ملايين موظف بالعراق أنتش تحدث عن عن أي أي قطاع وعن أي فرصة لحياة العراقين قتلت كل فرصة لحياة العراقين ولان تحدث لي عن 21 سنة نموذج للبناء هي نموذج هذا النموذج الأمريكي مع الأسف الشديد هناك فرق يعني أريد أن أختم هذه الحلقة فقط في هذه الحلقة ونكمل في الحلقة الأخرى هناك فرق دائما بين من يعارض النظام وبين من يعارض الوطن من يقف ضد وطنه ومن يقف ضد النظام أن تقف ضد النظام وتعارضه وتسوي أحزاب هذه شغلة مسموحة وعلى الراس والكل يحترمها وأنت إذا لم يقتنع بالفكر كنش تسوي لكن أن تقف ضد وطنك وتحدث بهذه الطريقة مع الأسف الشديد وسأقول لكم في الحلقة القادمة لماذا من يقف ضد وطنه هو خائن ولا يساوي شيئا وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير ولتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة